اشتركوا في القناة ونحن نتكلم عن الأسرة والتنشأ الاجتماعية تعريف التنشأ الاجتماعية تعتبر الأسرة مؤسسة اجتماعية في غاية الأهمية بل تعتبر أهم المؤسسات الاجتماعية جميعا بما لها من أثر في حياة الفرد وفي تقويم سلوكي ويرتبط هذا الأثر بوجودها المرفولوجي أي بيئتها الاجتماعية فالأسرة هي المحور الذي تدور حوله عناصر تكوين الشخصية فهي أول بيئة تضم الطفل لدى رؤيته لنور الحياة وهي أول مصدر لتكوين خبرته في الحياة كذلك تعتبر الأسرة الجماعة الأولية التي يتم من خلالها تشكيل الوليد البشري والتي من خلالها أيضا يمتص القيام والمعير الاجتماعية ويتخذ له مكانا معينا في نظام الأدوار الاجتماعية ويتزم شخصية تكون ذات سمات معينة كذلك الأسرة تقوم من خلال عملية التنشاة الاجتماعية على أنها العملية التي تقوم من خلالها الأسرة يعني شو الأسرة تعمل في عملية التنشاة الاجتماعية؟ تكسب الأطفال المعارف والمهارات المختلفة والصفات الشخصية التي تساعدهم في التعامل مع الأسرة والآخرين من من يحيطون بهم في المجتمع التنشاة يعني بالمفهوم البسيط هي التربية تربية الأولاد تعليمهم اللغة والثقافة والعادات والتقاليد تعريف نزدا أو زندن للتنشاة الاجتماعي هذا التعريف برضو مهم هي عملية التفاعل الاجتماعي التي تستمر طيلة حياة الفرد لاحظوا تفاعل الاجتماعي طيلة حياة الفرد والتي عن طريقها يكتسب المعرفة والاتجاهات والقيم وأنماط السلوك الجوهرية بالنسبة للمشاركة الفاعلة في المجتمع كذلك تعرف بأنها عملية اجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفرد في جماعة معينة وذلك عن طريق إكساب هذا الفرد ثقافة الجماعة ودورا يؤديه في هذه الجماعة التنشاة الاجتماعية تعرف أيضا أنها الإعداد الاجتماعي الذي يتم من خلاله إرساء وإنشاء علاقات مع الآخرين وانتظام سلوك الأفراد وفق متطلبات المجتمع وحاجاته وقيمه وعرفه يعني الأسرة تؤهل الفرد للدخول للمجتمع من هو طفل صغير حتى عندما يكبر وهي عملية يكتسب الأطفال من خلالها الحكم الخلقي والضبط الذاتي اللازم لهم حتى يصبحوا أعضاء راشدين مسؤولين في مجتمعهم تعلم اللغة، تعلم العداف، تعلم التقاليم كما هي أيضا عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف إلى أكساب الفرد طفلا مراهقا فراشدا فشيخا سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار الاجتماعية معينة يعني الأسرة بتأهل البنت تسير أم الأسرة بتأهل الإبن يسير زوج من مصير الجماعات والتواصل الاجتماعي معها وتكسبه الطابع الاجتماعي وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية وتسهم أطراف عديدة في عملية التنشأ يعني مين اللي بدخل في عملية التنشأ الاجتماعية أول شيء الأسرة وبعدين المدرسة وبعدين المسجد وبعدين الرفاق وغيرهم كذلك الإنترنت وكذلك التلفزيون وسائل الإعلام والاتصالات المالتيميديا وغيرها الأسرة مهمة في عملية التنشأ كونها المجتمع الإنساني الأول الذي يعيش فيه الطفل والذي ينفرد بتشكيل شخصية الطفل لسنوات عديدة من حياته تعتبر حاسبة في بناء شخصيته لذلك تكون عملية التنشأ الاجتماعية هي عملية أساسية عملية إيه؟ أساسية تهتم بتربية الأطفال ليصبحوا راشدين يصهمون في أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه كما أنها عملية مستمرة ومتواصلة يعني عملية التنشأ الاجتماعية وجانة في انتحان صح وغلط هي عملية تتوقف عند سن معينة لا هي عملية متواصلة ومستمرة حيث يظلوا تأثير الولدين على الطفل حتى ينموا ويكبر ويعتمدوا على ذاته مستمرة ومتواصلة يعني هيك إحنا بنكون أخذنا فكرة على التنشأ الاجتماعية يعني قلنا المدرسة والمسجد والرفاق والنادي كلهم تشتم في عملية التنشأ الاجتماعية الآن بدنا نفتح على صفحة اللي هي خمسة وسبعين خمسة وسبعين في خمسة وسبعين نتكلم عن دور الإسلام في عملية التنشأ الاسرية والاجتماعية وتطور المجتمع هذا مطلوب يعني الباقي مش مطلوب أنا بحدد لكم الموضوعات خلينا نحكي عن دور الإسلام في عملية التنشأ الاجتماعية ونأخذ بعض آراء العلماء المسلمين في عملية التنشأ الاجتماعية خلينا نشوف أول شيء رأي ابن خلدون يعتبر ابن خلدون مفكر إسلامي يعني ما حدا بيقدر ينسى أو يتناسى أو يتغافل ابن خلدون يعتبر رائد في علم الاجتماع والمؤسس له ورائد في التاريخ وهو رائد أيضا في رواد التربية عمومة والتربية المقارنة خصوصا المبادئ والأراء التي تحدث بها عن التنشأ الاجتماعي إيش قال ابن خلدون أول شيء تنشأ عند ابن خلدون تعني أنسنة الآدمي بواسطة عملية المربة يعني التحويله إلى إنسان أي أن المولود الجديد كان يسمى حسب منطق ابن خلدون بالآدمي حيث يقول أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون إلى كل اجتماع وبعد خضوعها إلى عملية المربي المربي اللي هو من يربي يعلم التي يتعلم فيها ويتسب منها ألماط التصرف المسترشدة بالضوابط العرفية وتقاليد وقيم يسمى بعدئذ حسب منطقه بالإنسان حيث قال في مقدمة يعني في كتاب اسمه مقدمة ابن خلدون وهذا المهاد المقدم مهم كتب فيها كثير من عادات وطباع وأوصاف العرب قال إيش ونجد أيضا الذين يعانون الأحكام وملكيتها من لدن مربيهم في التأديم والتعلم في الصناع يعني لغة عربية فصحة منها فكفكة يرى ابن خلدون ضرورة إلمام المربي يعني المعلم بفن التدريس والتربية والتعلم أو التعليم حتى ينمي في الطفل ملكة الإبداع ومن أهم ما يحتاج إليه فطق اللسان يعني والمحاورة والمناظرة والعمل على تحصيل ملكة التعلم يعني لازم ندخله في البيئة ونعلمه ويشير أيضا إلى ضرورة استعمال الشفقة في معاملة الأطفال يعني الرحمة وتهذيبهم لأن استعمال الشد مع الأطفال مضرة بهم جسميا وخلقيا ووجدانيا يعني لا ينادي بالضرب أو العقاب رأي ابن سينة في التربية العالم التالي ابن سينة يقول أن الإنسان يختلف عن الحيوان في حياة الحيوان تسخيرية غريزية أما الإنسان فقط تنوعت حياته واختلفت صناعات ومأكل ومشرب وملبس ومسكن وكثرت بذلك أغراضه مما يستلزم تعاون الأفراد بعضهم مع بعض لتلبية هذه المطلبات يعني الناس لابد من ضرورة التطبيع الاجتماعي اللي هو الذي يساعد على حفظ النوع الإنساني هذا رأي ابن سينة ننت الآن إلى رأي الغزالي أشار الغزالي للدور الذي تلعبه الأسرة في عمل التنشاة الاجتماعية للأبناء كأحد وسائل التنشاة الأسرية الهامبة وقال أن التربية عنده هي سقل الملكات والاستعدادات الموجودة لدى الفرد بمعنى التربية تشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوق ويخرج النبات الضار من بين الزرع ليحس النبات ويقبل ريعه يعني زي واحد بربي شجرة في البيت يهتم بها ويرعاها حتى تخرج شجرة يستفيد منها يرى الغزالي أن التربية تتحد خطواتها وأسسها الكبرى أو تتحدد عفوا تتحدد خطواتها وأسسها الكبرى في البيت قبل المدرسة يعني البيت أهم من المدرسة يعني في الأسرة لذلك يركز على دور أسرة بصورة العام حيث أن الطفل يكتسب صفاته عن طريق الوراثة من والديه كما يكتسب صفاته عن طريق التقليد والمحاكاة أشار الغزالي إلى أهمية استخدام أسلوم المناقشة والحوار والتفاهم في التنشع الأسرية للطفل وذلك من خلال العلاقات الاجتماعية والعائلية بين الآباء والأبناء يعني الحوار ينادي بالحوار في التربية اللي هو من؟ الغزالي نأتي الآن إلى أسباب الأمراض النفسية والعقلية هذا الموضوع صفحة 98 هذا برضو مهم يعني معنا صفحة 98 وتسعة وتسعين وهيك بنكون خلصنا آخر شيء من المعروف أن لكل شيء سببه وأنه لا شيء يأتي من لا شيء nothing comes from nothing زي ما بيقوله بالإنجليزي ومبادئ الرئيسية في أسباب الأمراض النفسية والعقلية مبدأ تفاعل الأسباب تفاعل الأسباب يعني ما في سبب واحد فمن النادر أن نضع أيدينا على سبب واحد كالوراثة أو صدمة ونقول أنه السبب الوحيد لمرض نفسه بعيدة أو مرض عقلي بعيدة يعني لا يوجد سبب واحد للأمراض النفسية ولكن هناك أسباب حتى العقلية بل تتعدد الأسباب إلى الحد الذي قد يصعب فيه الفصل بينها أو تحديد مدى أثر كل منهما فالحياة النفسية ليست من البساطة بحيث يكون اضطرابها رهل بسبب واحد وتتلخص أسباب الأمراض النفسية والعقلية في نتيجة تفاعل قوى كثيرة ومتعددة ومعقدة داخلية في الإنسان جسمية ونفسية وخارجية في البيئة مادية اجتماعية يعني لاحظوا مش سبب واحد لكن هناك سؤال يطرح في ذهن الإنسان الذي يصاب بمرض هو لماذا حدث هذا المرض أي لماذا هذا المرض بالذات وفي هذا الوقت بالذات ولهذا الإنسان بعينه الإجابة عن هذا السؤال ستكون في الحقيقة لا نعرف بدقة كل الأسباب المحدثة للمرض النفسي لاحظوا هذا مهم بالكلام ولنفس السبب هذا فإننا لا نستطيع عادة التوقع الأكيد في احتمال إصابة إنسان بمرض نفسي ولكن إن الشيء المتفق عليه أن هناك عدة عوامل تتداخل عادة في إحداث المرض النفسي يعني المرض النفسي له عدة أسباب مش سبب واحد وإن كل واحد من هذه العوامل بمفرطه لا يسبب المرض هذا ولكن تتضافر هذه العوامل المجتمعة أو تضافر هذه العوامل المجتمعة هو الذي يحدث خلال التوازن ويسبب المرض النفسي ويعتقد أيضا أن نفس الاضطراب النفسي أو السلوكي قد يحدث ويسبب عوامل أخرى متنوعة من شخص لآخر في لاحظوا أنه في هناك خلال التوازن ويسبب المرض النفسي وأيضا الاضطراب النفسي أو السلوكي الآن الأمراض النفسية والعقلية تنقسم إلى أسباب يعني أسباب الأمراض النفسية والعقلية أسباب بهنية التي هي الأصلية وهي التي تبهد لحدوث المرض وتجعل الفرد عرض لظهور المرض النفسي أو العقلي إذا ما ترأ سبب مهيئة ومن أمثلة الأسباب المهيئة العيوب الوراثية يعني أسباب مهيئة أصلية هي العيوب الوراثية والاضطرابات الجسمية والخبرات الأليمة خاصة في مرحلة الطفولة وانهيار الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي يعني الصدمة زي ما بقوله إذا تحدث اضطراب نفسي الحوادث العنف العدوان الحروب الأسباب المرسبة أو المساعدة وهي الأسباب والأحداث الأخيرة السابقة للمرض النفسي أو العقلي مباشرة والتي تعجل بدوره ويلزم لها لكي تؤثر في الفرد أن يكون مهيئا للمرض النفسي أو العقلي الأسباب المرسبة تندلع في أثرها أعراض المرض أي تفجر المرض لاحظوا إيش هي الأمثلة الأزمات والصدمات مثل الأزمات الاقتصادية والأزمات أو الصدمات الانفعالية والمراحل الحرجة في حياة الفرد مثل سن البلوغ وسن القعود وسن الشيخوقة أو عند الزواج أو الإنجاب أو الانتقال من بيئة إلى أخرى أو من نمط حياة إلى نمط حياة أخرى يعني واحد لما يسافر يتغرب لما ينتقل من مكان إلى مكان لما العدم يتكيف في الدراسة كذلك وجود البطالة والفقر والمسكن غير الملائم وسوء التغذية كلها تؤثر على الصحة النفسية للفرد وتحت تأثير هذه الأحداث تتجه بعض العائلات الضعيفة للتفكك ويتعرض أبناؤها إلى الأمراض أو بعض الأمراض النفسية والعقلية في عن أسباب لها الحيوية البيولوجية وهي في جملة الأسباب الجسمية الملشأ أو العضوية التي يولد مزودة بها الإنسان وتنبو مع نبو الفرد مثل الطرابات الفيسيولوجية وعيوب الوراثة ونبط البيئة أو التكوين وعوامل النقص العضوي في أن الأسباب النفسية وهي أسباب تشمل أحداث التي اتعرض لها الفرد في ظروف تمثل الجوانب الشخصية وكيفية مواجهتها وكيفية الإجابة لها من أسبابها ومنشأها نفسي وتتعلق بالنبو النفسي المضطرب خاصة في الطفولة وعدم إشباع الحاجات الضرورية للفرد والطراب العلاقات الشخصية والاجتماعية زي أمثلتها أو من أمثلتها الصراع والإحباط والحرمان والعدوان وحيال الدفاع والخبرات السيئة زي مقول الحيال الدفاعية ياخدناها والخبرات السيئة والصادمة وعدم النضج النفسي والعدات غير الصحية والإصابة السابقة بالمرض النفسي فيه عندنا مصطلح اسم الصراع اللي هو كونفليكت هو نزاع متزامن نزاع متزامن للدوافع والرغبات المتعارضة وينتج عنه وجود حاجتين لا يمكن إشباعها في وقت واحد ويؤدي للتوتر الفعالي والقلق والطراب الشخصية يعني عند الواحد صراع داخلي ويحدث شعوريا ويحدث شعوريا سهل اكتشافه أو لا شعوريا دون وعي الفرد ودون إرادته وذلك يصعب اكتشافه ولا بد من حل الصراع ولكن يحل الفرد الصراع قد تلجأ الشخصية للحين الدفاع النفسي وإذا أخفق الحل وزاد الصراع فقد يرتكز على أدفع الأسباب لا يظهر المرض النفسي من خلال الصراع الإحباط الفرستريشن وهي عملية تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون أشباع حاجاتي أو تحقيق أهدافي أو توقع وجود هذا العائق مستقبلا الإحباط المستمر يؤدي لشعور الشخص بخيمة الأمل فيما يريد تحقيقه من أهداف وذلك لوجود عائق أو ظروف قاهرة أكبر من إرادته وإمكانياته ويقهر محاولاته للتغلب على العائق سعيا للوصول إلى أهدافه ويؤدي إلى تحقير الذات والقلق هذا سبب من أسباب التي تؤدي إلى أمراض النفسية الحرمان وهو إعدام الفرصة لتحقيق الدافع أو انتفاءها بعد وجودها ومن أنثلة الحرمان الحية والبيولوجيا والحرمان النفس المبكر والحرمان البيئة العام الحرمان يعني عدم إشباع الحاجات الأساسية مثل الحاجات الحشوية والحسية والانفعالية والنفسية والاجتماعية والجنسية والحرمان من دافع الوالدية يعني الحرمان من الأبوة والحرمان من حب وعطف وحنان ورعاية الوالدين كذلك من جملة الأسباب الحيوية اللي بتأدي إلى المرض النفسي إخفاق حيل الدفاع النفسي وفي حيلة إخفاق حيل الدفاع النفسي التي هي وسائل لا شعورية هدفها تجنب الفرد حالة التوتر والقلق ليحتفظ بثقة واحترامي لذاتي وفي حالة النجوء إلى حيل الدفاع غير السوية العنيفة مثل النكوس يعني النكوس يعني مثلا الشاب الكبير قلد صغار والعدوان والإسقاط والتحويل هذه كلها أخذناها الحيل الدفاعية فإن سلوكه يظهر مرضيا هذه هي أسباب الأمراض النفسية والعقلية باختصار يعني بهذا الكلام أو بهذه المعلومات نكون قد أنجزنا المحاضرات كلها وأنا حاولت أن أركز على المهم والمفيد وإن شاء الله ما تحدثنا به بعد الامتحان الأول أو النصفي سيدخل في الامتحان النهائي أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأعذروني على اللي هي يعني عدم الإسهاب في الشرح نظرا لاختصارات الوقت الكثيرة وشكرا جزيلا لكم ودمتم في رعاية النهائي شكرا جزيلا لكم ودمتم في رعاية النهائي